كلنا أكيد سمعنا كتير عن الدوبامين في اللي يقولك الدوبامين هو المسؤول عن الشغف وفي اللي يقولك الدوبامين هو المسبب للإدمان احنا في المختصر ومفيد هنتكلم عن الجانب العلمي الخاص بالدوبامين وغيره من الهرمونات والأعضاء المهمة في الدماغ هنتكلم بترائيطنا الخاصة وهنشرح الجانب العلمي من إفراز الدوبامين وغيره والأعضاء المسؤولة عن إفرازه وكل أجزاء جزع الدماغ ووظائفهم الدوبامين هو عبارة عن ناكل عصبي بيلعب دور رئيسي في نظام المكافأة في الدماغ والتصرفات والسلوكيات الخاصة بالدوافع والتشجيع معظم المكافآت زي الأكل والمخدرات والجنس أدرع على تحفيز إفراز الدوبامين في الدماغ بيتفرز الدوبامين بكسرة في حالات معينة لأنه بيساعد على تخلص من الضغط بالإضافة لأنه بيساعد على التركيز والتحفز لعمل أي حاجة ولو حصل ارتفاع أو انخفاض في مستوات الدوبامين بيؤدي إلى صعوبات في التركيز أهلاً وسهلاً بحضراتكم في المختصر المفيد وهنتكلم في الفيديو ده عن جزع الدماغ هنوضح كل جزء ووظيفته وتأثيره على الجسم وتأثيره على وظيفة الدماغ ككل جزع الدماغ أو ما يسمى brain stem هو عبارة عن كتلة صغيرة نسبياً من الأنسجة المليانة بالأنوية الحرقية والحسية في الدماغ اللي هي motor and sensory nuclei وده بيخلي جزع الدماغ عضو مهم جداً في وظيفة الدماغ ككل وكمان اللي اتنشر زوج من الأعصاب الدماغية في منهم عشر أزواج بينشاؤوا من الأنوية الموجودة داخل brain stem بيتكون جزع الدماغ من ثلاث أقسام رئيسية وهم الدماغ المتوسط وده اسمه mid brain والبونس واللي معناها الجسر والنخاع المستطيل واللي اسمه مضالة أوبلونجاتا بيقع داخل المنطقة المركزية لجزع الدماغ حاجة اسمها تيجمنتم وده منطقة مشتركة في الثلاث أقسام الرئيسية والتيجمنتم منطقة بتقوم بوظائف تكاملية للجسم زي الكمبلكس موتور باترنز اللي هي الأنماط الحرقية المعقدة زي الألعاب الرياضية وكده وبرضو التيجمنتم بتشارك في جوانب من أنشطة الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي ده غير إنها بتعمل regulation of consciousness كاش ناش 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 كاش ناش اللي هو تنظيمه تصبيت الوعي النواء المركزية للتيجمنتم بتحتوي على شبكة اسمها reticular formation وده عبارة عن منطقة فيها أنوية وعصاب دماغية ومسارات عصابية صاعدة وهبطة من الدماغ من الآخر كده جزع دماغ ككل بيقوم بدور قناة بين كل من كشرة المخ والمخخ وبين النخاع الشوكي الكسم الرئيسي الأول من الثلاث أقسام المكونة لجزع الدماغ هو الدماغ المتوسط واللي اسمه midbrain أو ما يسمى أيضا باسم mesencephalon ومكان الدماغ المتوسط فوق البونس الميتبرين هو أصغر أجزاء البرينستيم بيتكون الميتبرين بشكل أساسي من حزم ضخمة من النيرففايبر تراكتس اللي هي السبل أو مسارات لفية عصابية وبيتم تأسيم الحزم دي لقسمين رئيسيين القسم الأمامي اسمه cerebral peduncles والقسم الخلفي اسمه tectum أو quadrigeminal blade الدماغ المتوسط بيحيط بقناة اسمها cerebral aqueduct ودي قناة بتحتوي على سائل دماغ الشوكي اللي هو CSF وبتوصل ما بين السيرد فنتريكل والفورث فنتريكل والسريبرا الأكوداكت بيكون موجود خلفها التكتم والتكتم بتكون سائف أو السطح الخلفي للميتبرين التكتم بتتكون من أربع بروزات مدورة بيطلق عليها اسم كليكولاي أو الله يسمعه كده المهم إن الاتنين العلويين من الكليكولاي اسموهم سوبرير كليكولاي ودول مركز الانعكسات البصرية Center for Visual Reflexes وبينصكوا حرقات العين مع الرأس والرقبة والاتنين الكليكولاي اللي تحت اسموهم أكيد الكليكولاي اللي تحت انفيري الكليكولاي ودول وظيفتهم Relay Station يعني زي محطة إرسال واستقبال كده لمين بقى؟ للإدوتري باسوي اللي هو المصاري السمعي وكمان بينقلوا المعلومات السمعية للسلمس موجود قدام السريبرال أكوداكت الجزء الأمام من الدماغ المتوسط وهو السريبرال بدانكلز ودول عبارة عن أحزيمة على شكل الحبل في الغالب بتتكون السريبرال بدانكلز من الأكسونز اللي هي محاور ممتدة مباشرة من ألياف الانترنال كابسول والسريبرال بدانكلز ممتدة من كشرة المخ لحد النخاع الشوكي بتحتوي السريبرال بدانكلز على منطقة غمئة اسمها المادة السودة سبستينشانيجرا وده عبارة عن برود لاير زاد كونتين ميلانين طبقة عريضة بتحتوي على ميلانين وده سبب لونها الغامل المادة السودة دي بتنتج الدوبامين والدوبامين عبارة عن ناقل عصبي في الدماغ درق انه بيتحكم في نظام المكافأة في الدماغ ده غير انه هو بيسهر الحركة داخل منطقة التجمنطم الخاصة بالدماغ المتوسط بيكون فيه نواة اسمها النواة الحمرة ريدنيوكلس موجودة في مستوى السيبيريور كوليكولاي ريدنيوكلس مركبة من مصار من ألياف العصب الحركي ودور ريدنيوكلس هو انها بتقوم بدور نقطة استقبال وإرسال للإشارات العصبية بين السيريبيلم والسيريبرال هيميسفيرز وكمان ريدنيوكلس بتساهم في تنسيق الحركة والإحساس بالتوازن وبرضو فيه جزء تاني موجود في التجمنطم وهو البرياكوداكتا الجريماتر وده جزء بيحيط بالسيريبرال أكوداكت والبرياكوداكتا الجريماتر بيستقبل الإشارات الحسية اللي بتنقل المعلومات الخاصة بالألم ودرجة الحرارة إلى الدماغ الجزء الثاني المكون لجزء الدماغ هو البونس والبونس عبارة عن Oval Shaped Expansion of Brain Stem يعني امتداد بيضو الشكل لجزء الدماغ تقع البونس في المنتصف بين الميت برين في الأعلى والمضالة وبلونجاتا في الأسفل والبونس بتكون انتفاخ بارز بيكون موجود قدامه الكليفاس وموجود وراء السريبيلوم المعنى الحرفي لكلمة بونس يعني جسر والمعنى ده مناسب لأن الألياف المكونة للبونس واللي اسمها بونتين فيبرز يعني الألياف الجسرية بتعمل ايه بقى الألياف دي؟ بتعمل ريلي للسيجنلز بين السباينال كورد والسريبرال والسريبيلال كورتيسيز يعني حلقة وصل أو نقطة اتصال للأشارات العصبية اللي بتمر بين النخاع الشوكي وإشرة المخ والمخيخ الجزء الثالث والأخير المكون لجزع الدماغ هو النخاع المستطيل واللي اسمه مضالة أوبلونجاتا بيمتد النخاع المستطيل من البونس لحد السكب العظيم اللي هو فريمن ماجنم بعد الفريمن ماجنم بيستمر النخاع المستطيل في طريقه لأسفل بس هنا بيتحول النخاع المستطيل إلى النخاع الشوكي واللي اسمه سباينال كورد المضالة أوبلونجاتا بتحتوي على كل الفايبر تراكتس الموجودة بين الدماغ والنخاع الشوكي بالإضافة إلى مراكز عصبية حيوية بتتحكم في تنظيم الأنشطة الداخلية للجسم Regulate Internal Activities of the Body وبرضو المراكز العصبية دي بتتحكم في سرعة نبض القلب Low Heart Rate وإقاع ونظم عملية التنفس Respiratorism وضغط الدم Blood Breacher بيحتوي السطح الأمام والخلف للمضالة أوبلونجاتا على شروخ أو Fischer's في المنتصف بالزبط اسمهم Anterior Median Fischer في الأمام وبستيريور Median Fischer في الخلف الشروخ دي بتقسم النخاع المستطيل إلى قسمين متشابهين ومتطابقين تماما وبيكون موجودة على جانبي الأنتيريور Median Fischer Two Bundles يعني حزمتين من النيرف فايبرز اللي هي الألياف العصبية الحزمتين دول اسموهم Medallary Pyramids الميدالary Pyramids بتحتوي على Nerve Tractis يعني مسارات أو صوبة العصبية النيرف تراكتس دي بتساهم في Voluntary Motor Control التحكم في الحركات الإراضية في نهاية الميدالary Pyramids من أسفل بنلاحظ بعض النيرف تراكتس اللي بتتقاطع مع بعضها علشان تعدل النحية التانية التقاطع ده بيوضح حقيقة إن كل نص من الدماغ بيتحكم في النص المعاكس له من الجسم على السطح الخارجي من النخاع المستطيل بنلاحظ وجود بروز مستدير بيضاوي الشكل اسمه Olive Olive بتتكون من مجموعة أنوية وظيفتها إنها بتشارك في تنصيق وتوازن وتعديل النبضات الصوتية من الأزن الداخلية Coordination, Balance and Medulation of Sound Impulses from the Inner Ear اشتركوا في القناة